اشتركوا في القناة وفي فترة زمنية قصيرة من إضافة إلى استخدام التقنيات البارزة في ترشيد الطاقة والإدارة مؤكدا سموه أن هذا الجهد يصب في خدمة الشباب البحريني بما يتوافق مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدأ حفظه الله الحريص دوما على ألاء شأن الشباب البحرينية وشار سموه إلى أن مركز المحرق النموذجي سيكون صرحا متميزا لاحتضان الشباب البحريني وتوجيه طاقاته نحو خدمة أنفسهم بما يعود بالشكل الإيجابي على مسيرة التنمية في المملكة لما يتضمنه المركز من مرافق بارزة شيدت بحسب احتياجات الشباب في المرحلة الحالية والمستقبلية علاوة على المبنى الخاص بالفتيات سيساهم في تطوير دورهن وتزويدهن بالخبرات اللازمة وأضف سموه إلى أن مركز المحرق الشبابي النموذجي وضعت له خطة قصيرة المدى وطويلة من أجل الاستفادة من في تقديم العديد من الدورات وورش العمل للشباب لتنمية مواهبهم المختلفة بالإضافة إلى البرامج الاحترافية في مختلف المجالات الأمر الذي يمهد إلى إطلاق الطاقات الشبابية وتمكينهم لاستكشاف فرص جديدة وعداد أجل جديدة مؤهلة لديها القدرة على الابتكار والإبداع والريادة لتحقيق طموحات المملكة بمزيد من الرقي وتقدم ووفق منهجية واضحة المعالم ترجمة نانسي قنقر